وناخد أول سؤال اللي نهاردة مع حضراتكم أستاذة فتحية أستاذة فتحية تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم بقول حضر الدراجي أنا بعد ما بصل للعيشة بصلت السنة بتاعت العيشة بس بخلل شفع وربات بعد ما بجأ أصلك يام الليل بقم حوالي ساعة تراجتها كده أصلك يام الليل بقى كده أصلك شفع وربات دفع صحيح ده الأفضل لأن كان آخر صلاة الرسول اللي صلى الله عليه وسلم كانت وطرا فلزلك أنت اللي عملت ده أن أنت بعد ما صليتي صلاة القيام صليتي الوطر ده الأفضل وده على عليه سنة رسول اللي صلى الله عليه وسلم لأنه قال اللي تكون آخر صلاتك من الليل وطرا فأنت عملت كده فده صحيح تأخير الوطر لأنه يكون آخر صلاة الليل ده صحيح إن شاء الله طب هو المفاديا قبل التجر بعد ده طبضت الشوف نعم نفاديا الوطر ده يبقى آخر صلاتك من الليل يعني إيه اللي حاصل يعني نفترض أن أنت آخر صلاتك من الليل عتصليها الساعة 11 وعتنامي وبعدين تسحى على صلاة الفجر يبقى هو قبل ما تنامي على طول ده الوقت الأفضل لا نفترض أن أنت لا عتنامي ويبقى صلاتك الأخيرة من الليل قبل صلاة الفجر بعد ما تسحى تصلي برضو القترة قبل صلاة الفجر خلاص